بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معانا في حلقة جديدة من رحال البرنامج اللي اتكلم على كل حاجة بتخص الحضارة والتاريخ احنا مكملين في تلسلة شخصيات تاريخية الشخصية اللي معنا النهاردة يعني تبدو شخصية غريبة شوية محدش كتير يتكلم عليها احنا هنتكلم عن صاحب البكرة قصة القرآن اعمق مما نتصور ترتبات القدر عظيمة جدا ومفهجة جدا ولما الواحد يسلم امره لله سبحانه وتعالى هيستمتع بترتبات قدر الله سبحانه وتعالى زي صاحب البكرة واللي عشان نحكي حكايته ضروري هنحكي حكاية يعني مش طويلة قوي بس لازم علشان نحط المستمع جوه المود بتاع الكصة طبعا كلنا عارفين ان نزل الامر الالهي لسيدنا موسى انه هو نخرج بني اسرائيل من مصر ويروح بيهم مرة تانية على ارض كنعان اللي هي طبعا فلسطين ولما انشأ البحر وعد سيدنا موسى ومعايا بني اسرائيل وبعد كده اجي امر سيدنا موسى انه هو هيروح علشان يتكلم مع ربه سبحانه وتعالى وينزل عليه الالواح في الفترة دية سيدنا موسى غاب شوية لما رجع لقى ايه لقى ان واحد من بني اسرائيل اللي هو السامري عمل عجل من ذهب وبني اسرائيل بدقوا يتعبدوا للعجل ده وده طبعا كان امر عظيم جدا اضافة ان هم كمان رفضوا ادخلوا الحرب او يقتلوا جنب سيدنا موسى ضد العملي طبعا الرد بتاعهم كان مستفز جدا اللي هو مليان جهود قالوا ايه بمنتهى الوقاحة اذهب انت وربك فقاتلة انها هنا قاعدوا من ضمن الحاجات كمان اللي خلت بني اسرائيل ما يسمعوش كلهم لسيدنا موسى عليه السلام كان وسط بني اسرائيل كان فيه ناس زو مكانة كبيرة يعني بيتمتعوا بصورة كهنوتية ودنياوية عن غيرهم فده طبعا خلاهم رفضين الانصياع لكلام سيدنا موسى عليه السلام وبينفسوه في قيادة شعب الله المختار طبعا نتك عن كده صراعات كتير جدا يعني بعد كل المعجزات اللي شافوها على ايد سيدنا موسى برضو كان لسه فيهم حكة الكبر والجبروت ورفضين حتى انه هم يسمعوا اوامر ربنا سبحانه وتعالى فربنا كتب عليهم التيها التيها ديت ما من الاسم كده هي كلمة جاية من التوهان زي متاهة بس مش بالمعنى الحرفي يعني بكل بساطة دخلوا منطقة ربنا كتب عليهم في قلب المنطقة ديت انه هم يتوهوا فيها يعني مثلا كل ما يروح لاخر نقطة في المنطقة ديت يلاقي نفسهم رجعوا لأول نقطة تاني بقوا عاملين زي انه هو بيلفوا في زي دوامة او دايرة مغلقة اتكتب عليهم التيها ديت لمدة اربعين سنة وعلى فكرة التيها ديت كانت في قلب سيناه يعني لما ربنا شق البحر لسيدنا موسى وعدى الضفة التانية كانت لسه برضو في قلب مصر فالتيها كانت لسه في قلب سيناه في الفترة دي كان كل الموجودين من بني اسرائيل خلاص كانوا بدأوا يقاسوا ويتعبوا خصوصا ان كانت تيها ما كانش مكان اقامة نقدر نعيشين مثلا في بيوت من صفيح عشان بس تحميهم من مية المطرة وبردو مع ذلك ربنا كان رحيم بيهم في الفترة دي من رحمة ربنا لما كان الرزق بيديق عليهم كان ربنا سبحانه وتعالى بينزل عليهم المن والسلوى كمان لما كان المطر بينقطع كان على طول يجروا لسيدنا موسى علشان يدعى ربه ينزل عليهم الغيس من السنة عاشوا على الحال دوت اربعين سنة وكأنهم في عالم موازن يعني هم على الارض وكنهم مش على الارض طبعا اثناء التيها حصلت احداث كتير جدا احنا الاحداث ذات عرفناها من كتب التفسير وطبعا الاساسي اللي هو الكرآن زي مثلا موضوع بكرة بني اسرائيل واللي اتسمت اكبر سورة واول سورة يعتبر في الكرآن باسم الحدث ده علشان نشرح القصة دية الاول احنا لازم نحطوكو في الجو العام للقصة طبعا بني اسرائيل كانوا عايشين بيوتهم كتب عبارة عن بيوت الوغدة شكل دائري كمان كان فيه زي ميدان في قلب الميدان دوت موجود المحراب اللي بيتعبد فيه سيدنا موسى في الفترة دي كان عايش راجل غني جدا وعجوز جدا وبخيل والرجل ده ما كانش عنده اولاد لكن كان عنده ولاد اخوه وكان كلهم طمعانين في الفلوس بتاعته والرجل ده كان كل اللي بيعمله اللي هو على طول بيكنز الفلوس والدهب اللي يقدر يجمعهم وهو في مصر الرجل ده زي ما قلنا كان بخيل جدا وعلشان هو ما كانش عنده اولاد كان حتى رافض يتكلم مع اي مخلوق يعني راجل منعزل وما بيتكلمش مع احد ومع ذلك كل قريبه وخصوصا ولاد اخواته بصين للفلوس اللي معاه لدرجة ان ولاد اخوه الراجل الغني ده وكانوا بيتمنوا موتوا وكانوا بيجهاروا بكده قدام الناس كلها علشان يورسوه وهو طبعا دوت لو نفكر فيها يعني شيء مقزس جدا يبالواحد سامع كده ان الناس بتتمني موتوا علشان بس يورسوه سبحان الله فيه كمان راجل عاجوز بس عكس الراجل ده تماما نقدر انه هو فقير عايش لوحده عنده ولد صالح بيرعاه كان كل يوم الولد دوت يجيب له الاكل ويشربه من لبن اللي بقرة بتاعته الولد دوت كان مدار البقرة دي عن الكل علشان محدش يتمع فيها ويكون قادم من خلالها انه هو يقدر يطعم والده العجوز كانوا عايشين في هدوء وبعد عن كل الصخب اللي هو مالي مجتمع بني اسرائيلي اللي كل شوية فيه صراعات اذا كان مع سيدنا موسى بيخلفه طبعا في رأيي او مشحنات بينهم من بعض وطبعا ده حال اليهود الولد دوت كان بر جدا بوالده وبيطيعه ومهتم به جدا زي ما هنشوف بعد كده الولد كان يتيم الام وعايش في طاعة الله وخدمة والده وزي ما قلنا انه هو كان فقير جدا يعني هو وابوه ما كانش بيملكه من الدنيا كلها غير البقرة اللي عندهم دي البقرة دي كان شكلها غريب جدا كانت عجيبة بيأكل والده منها كانت هي كل ملكه كانت بالنسبة لهم بتساوي كل شي يعني لو هنتكلم بالنسبة للفقير البقرة مش غالية يعني هي بتساوي بضعة دراهم تمام لكن بالنسبة لهم يعشان هي ملكمه الوحيد فكانت بتساوي عندهم كل حال اللي احنا عايزين نقوله هنا ان احنا كده عندنا في الخصة بتاعتنا طرفين واحد غني اوي واحد فقير اوي اتنين على التناقل وفي يوم من الايام بالليل يحصل ايه ييجي واحد ويدخل على بيت الراجل العجوز اللي هو الغني ويقتله ويسحب جثته من قلب البيت ويرميها في قلب الميدان يعني في وسط المدينة اللي هم عايشين فيها واختفى الراجل دوت وطبعا تاني يوم الصبح الناس خارجة من بيوتها شافوا جثة الراجل برمية في قلب الشارع بشكل همجي جدا فطبعا حصل حالة من الهرج والمرج والفزع وبدأ كل واحد يتهم التاني مين اللي قتل الراجل دوت طبعا كله قاعد يقول ايه فلان اللي قتله وفلان اللي قتله علشان عايز يورسه ودهرت ما بينهم صراعات كتير جدا علشان يحدده القاتل كل الاصابع توجهت لمين لاتهام شخص واحد بس اللي هو ابن اخو الراجل العجوز علشان طبعا كله قالك اه هو الوحيد اللي ليه مصلحة ان الراجل العجوز يموت علشان ياخد فلوسه لكن طبعا الراجل بدأ يصرخ ويستنجد بالمرة ويأكد انه هو بريء من دم عمه وانه هو مش القاتل وطبعا مع زيادة الصراعات ما بينهم كرروا في الاخر ان هم يروحوا لنبي الله موسى علشان يعتبر هو الحاكم والامر الناهي في شؤون بني اسرائيل طبعا سيدنا موسى قال يعني ايه اللي عنده معلومة عن الوقع يقول لي عليها علشان يتبين الاعداث وكلنا هنسمع القراءة بس فعليا محدش كان عارف حاجة خالص وعلى وجه التحديد مفيش اي دليل مادي يقول ان الراجل ده قتل عمه محدش شافه ولا حد يعرف اي حاجة خالص الناس كانت فاكرة ان الوحي ينزع لسيدنا موسى مباشر يقول له ايه القاتل هو فلان الفلاني وينتهي الموضوع على كده وبنى اسرائيل نفسهم كانوا فاكرين كده لكن اللي هيحصل غير كده خالص سبحان الله القدر الالهي عجيب وغريب جدا سيدنا موسى لما بدأ يسأل ربنا ويتعبد لربنا فالوحي ينزل عليه ربنا يؤمرك ان تسبح بكرة وفي حالة زهون من الرد بني اسرائيل صاروا جدا على سيدنا موسى قالوا له يعني فيما معناه يعني احباب نسألك عن الراجل المقتول ويعتبر اتمثل بجسده ومال مجسدته في قلب الشارع وانت تقول لنا اتبحوا بكرة سيدنا موسى قال فيما معناه عزو بالله يعني انا بقول اللي ربنا بيوحي لي بيه وده سبحان الله كانواحي من ربنا علشان يقول لهم من القاتل هنا كان ممكن بني اسرائيل عادي جدا يروحوا يجيبوا اي بكرة ويتباحوها ويقدمها لسيدنا موسى وتخلص الكصة بالشكل ده لكن مش هو ده اللي هيحصل طبعا ربنا سبحانه وتعالى عارف ان بني اسرائيل هيجدله وعارف كل شيء سبحانه وتعالى عنهم فبني اسرائيل طبعا بدأوا يجدله في الموضوع راحوا لسيدنا موسى مرة تاني قالوا له ايه ادعوا لنا ربك يبين لنا ايه هي صفات البكرة المقصودة دي عشان البكرة تشابه علينا فراح سيدنا موسى طبعا عن طريق الوحي قال انها بكرات عوان مش كبيرة ومش صغيرة ولا في الحج ولا في العمر هي متوسطة في كل شيء طيب ما كده الرواية بانت اهو يعني ممكن يروح يجيبوا اي بكرة متوسطة وكده المواصفات هتنتهي لكن لا طبعا هم بيحبوا الجدال زي يعنيهم وسبحان الله علشان برضو يعني يحدد الموضوع اكتر رحوا سألين عن لون البقر فراح قيل ايه قال لهم بكراتهم صفراء فاقع لونها تصر الناظرين طيب خلاص كده يبقى تمام او بقر عادية جدا حجمها ووزنها ولونها مش بعادي لكن بالعكس هي بقى صفرة او ومش بشكل بشع كمان لا تصر الناظرين يبقى كده اكيد هي واحدة ولو انهم هم طبعا بيحبوا الجدال وبيعشاؤوا قصارة الجدل سألوا تاني يعني عايزين يحددوا اكتر كمان هم مش عارفين ان هم كده بيصعبوا الموضوع لنفسهم كان الاول ممكن يروح يجيبوا اي بقرة وخلاص تمام بعد كده سألوا ايه طب وصفهان اكتر قال لك يعني متوسطة في العمر ومتوسطة في الوزن وفي كل حاجة طب اكتر وصفهان قال لك فاقع لونها تصر الناظرين يعني لونها مبهج قالوا لنا طب حدد لنا اكتر رح سيدنا وسأل لهم ايه بقرة ما تكونش بتشتغل في الارض نهائيه وما فيهاش اي عيف يعني صحيحة من كل حاجة مش عيانة مش بتعرب ما فيهاش اي عيف لونها اصفر بالكامل وما فيهاش اي رقع يعني مثلا ايه نحن سعب نشوف البكر مثلا ابيض ده في اسود او اصفر فبيض لا دي بقى كلها بكرة صفرة تمام لكن احنا لو نركز ربنا سبحانه وتعالى اللي خلاهم عملوا كده علشان الفكرة ابعد من كده بكتير ربنا عارف كل شيء وخالق كل شيء عارف طبيعي البني اسرائيل وانهم هيجدلوا مع سيدنا موسى مجددات كتير جدا يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى عايز بقرة معينة والبقرة دي عند حده معين المهم واحد من اللي وقفين قال ايه انا عارف البقرة المقصودة هي عند ولد فقير بيرعى والده وعايش هو كل شغلته بيرعى البقرة دي علشان بيأكل بيها والده وحلتهم يعني فقيرة جدا وعايش في دواحي قرية كده بعيدة شوية فروحوله الولد طبعا كان مستغرب من الجمع الغفير اللي هو راح ووقف عند بيته دوت يعني حاجة مش معتاد عليها في البداية قالوا له ايه ان البقرة دي مطلوبة لتنفيذ ارادة الله وهتساعدهم في حل قضية الاتل اللي حصل للراجل الغاني العجوز ده طبعا الولد رفض وقال لهم ان دي هي مصدر الاكل بتاع والد الوحيد ومن غيرها مش هقدر من قرعه ولا هو يقدر يعيش فعرض عليه مبلغ من المال فرفض طب خد وزنها دهب برضو رفض سبحان الله ربنا لما بيسوق الأقدار للناس سبحان الله تعالى المهم طبعا مشوا في الأول وبعد كده طب الولد رفض خالص فأنا راح لك خلاص احنا هنديله من فلوس الراجل الميت الراجل غني جدا قالوا له طب احنا هنديك عشر أضعاف وزن البقرة دي دهب فطبعا على طول الولد وافق وخد منهم المال وسلمهم البقرة على كده فراحوا بيها لنبي الله موسى عليه السلام وراح أمرهم ان هم يتباحوا البقرة بس أولاد أخو القتيل رفضوا يتباحوا بقرة تمنها عشر أضعاف وزنها يعني البقرة غالية جدا وقام بينهم بعض الخلاف بنت القاتل وبدأ يرمض للتهمة على بعض انت خايفين تتباحوا البقرة علشان هيتضح من القاتل طبعا هم ما كانش الموضوع كده هو الموضوع ان هم طمعانين في الفلوس يعني كده الفلوس راحت عشان يعرفوا القاتل طبعا هم كانوا لفظين ان هم يتباحوا البقرة نهائي لكن طبعا الجدال انتهى ان هم لازم يتباحوا البقرة عشان يعرفوا من القاتل لو مش عايزين يعرفوا يبقى يرجعوا البقرة تاني وياخدوا فلسهم المهم ايه بدأوا يفكروا في الموضوع وفي الآخر يتفقوا على ان هما يباحوا بقرة فرحوا واخدينها ومعاها القتيل وراحوا عند سيدنا موسى فامرهم بالنوم يضربوا جزء من البقرة بجسمان القتيل وفعلا يعني في ناس قالت ان هو خد جزء من فغد البقرة وفي ناس قالت لا قطعة ما بين الكتفين يعني الاقوال اختلفت واي جزء اللي اتاخد من البقرة وضربوا به القتيل اول مضربه بيستعاد القتيل دوت انفاسه وفاقه عادل الحياة ونفض عن جسده الدماء وبس للكل مش مصدق اللي بيحصل سبحان الله منظر يعني رهيب جدا ومحدش من اللي حواليه اصلا كان مصدق يعني نقدر نقول الفزع كان مسيطر عليهم كلهم اقترب سيدنا موسى منه بهنتهى الهدوء والرفق كده وراح سيدنا موسى سأله من الذي قتلك قال قتلني ابن اخي واشار باسبعه وسبحان الله بعد ما اشار باسبعه فورا بيجعل الموم فالجميع طبعا عارف القاتل وانفض المجلس وبكده سبحان الله كل فلوس الرجل الغني اللي هو القتيل راحت لمن يستحك بدلا من من لا يستحك وبطريقة قدرية جدا محدش يقدر يتوقعها اول القصة يعني ايه اللي جاب الشرق جنب الغرب يعني واحد غاني جدا وواحد فقير جدا وسبحان الله ربنا لما بيجمع الأقدار بيكون سبحان الله له في ذلك حكم بكده تخلص حلقتنا النهاردة واشوفكم بإذن الله تعالى في حلقة جديدة من رحال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة